أن الهدف ليس هو حل دولة أو دولتين اليوم شفنا في القاهرة وقبلها يعني الرؤساء الأوروبيين والأمريكان المثلين على إسرائيل يتحدثون حل الدولتين حل الدولتين أن حل الدولتين لن يحل المشكلة لأن وجود إسرائيل في منطقتنا حتى تبقى هذه المنطقة كما ذكرت في بداية حديثي منطقة ضعيفة منهكة مجزأة تابعة مغربة ليس لها القدرة على النهود وليس لها القدرة على الصعود وليس لها قدرة على أن تكون رائدة بين الأمم ولا أن تتقدم علمياً ولا شيء من هذا القبيل لأن كل شيء من هذا القبيل سيكون تهديد لإسرائيل وبالتالي لن تسمح إسرائيل إسرائيل تريد أن تهيمن قبل ثلاثة أسابيع كانت تظل نفسها أن تقريباً وصلت إلى هذه الدرجة من فرض الإرادة ومن فرض النظام الذي تريده في هذه المنطقة وأمريكا كانت مبسوطة جداً لأن إسرائيل هي توفر عليها حكم المنطقة لأن إسرائيل إذا استطاعت أن تكون هي المهيمنة بالنيابة على المتحدة المتحدة الأمريكية في المنطقة فأصبحت هذا الدور قد اكتمل الآن هذه المعركة غيرت كل هذه الحسابات وأصبح كل ما يأملون به أو ما يدعون إليه أو ما يريدون هو حل الدولتين وأنا أقول أن حل الدولتين ليس بحل حقيقي لأنه أولاً لن يتمكنوا من تطبيقه لأن الفكرة الصهيونية هي فكرة استعلائية وفكرة تريد أن تكون هي المهيمنة وأن أي تسوية سياسية ممكن أن يؤثر على هذه الفكرة الصهيونية والمشروع الصهيوني إحنا هدفنا الاستراتيجي هو تفكيك الكيان الصهيوني وعندما أقول تفكيك الكيان الصهيوني لا أتحدث عن معركة عسكرية معركة العسكرية هذا جزء تبادل القوة ونراه الآن أنا أتحدث عن الاشتباك مع المشروع الصهيوني في كل جوانبه يعني لو هذه الفكرة نحن تبنيناها من 20 سنة كان يمكن لدينا الآن أدوات كثيرة جداً يمكن أن نفاعلها في هذا الوقت كان يمكن أن تؤثر في قضية توازن القوة بيننا وبينهم ولكن أنا أتصور أن ما زالت هناك في معارك مستقبلية وبالتالي إذا بدأنا الآن في الإبداع في كيف نشتبك معه سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً وإعلامياً وأكاديمياً وفنياً ورياضياً وعلى كل المستويات واجتماعياً هذا النوع من الاشتباك هو الذي يضعفه وكما ذكرت أنه له محددات قوة لهم أنا أحددتهم بـ 12 محدد لابد أن نتعامل معهم ونجد التكتيكات التي تضعفها من إحدى هذه التكتيكات طبعاً هو علاقته بيهود العالم وأحنا نرى اليوم أنه في تصدع كبير جداً داخل اليهود في العالم هناك يعني يهود أو جاليات ومجموعات يهودية كبيرة جداً ضد الفكرة الصهيونية وهذا تقدم كبير جداً لم يكن الأمر كذلك من مثلاً 30-40 سنة عام 82 ما كنت تجد يعني إلا مجموعات قليلة جداً في وقت حرب لبنان من اليهود التي تقف ضد التوسع الصهيوني اليوم هذا أصبح شيء كبير جداً بل هم يقودون المظاهرات اليوم في الولايات المتحدة وبعض العواصم الأوروبية كذلك هذه العلاقة التي نراها اليوم مع العواصم الأوروبية ومع أمريكا مع الحكومات نعم هي علاقات قوية جداً ويحاولوا أن يعطوه الدعم المعنوي والدعم المادي وكذا ولكن لو نزلنا شوية قليلاً إلى الشعوب نرى أن الشعوب يعني كثيرين منها من هذه الشعوب هم موقفون معنا وهم يريدون ولا يريدون هذا الدعم الكامل هذا جمسة من محددات أيضاً يعني هذا يمكن أيضاً أن يطور مثل هذه المحددات ثم يضعه حتى يتساقط وحده يعني كما ذكرت الموضوع الميداني أو العسكري هو شيء واحد من أشياء كثيرة جداً ولكن طبعاً هو شيء الآن كما نرى يقد يكون حاسماً في غياب المحددات والعوامل الأخرى بالإضافة طبعاً يعني عندنا مهمتان المهمة الاشتباك مع الحركة الصهيونية أو الكيانة الصهيونية ولكن الأمر الآخر هو دعم صمود الشعب الفلسطيني وهو أيضاً يعني ما نرى أن نحن مقصرون فيه كثيراً وبالتالي هذا لا بد أن يتم له من خلال أيضاً برنامج كبير فلسطين قضية الأمة وليس القضية الفلسطيني بمعنى إذا كنا نظن أن واجبنا هو فقط دعم الفلسطيني حتى يهدم الصهيون إذن إحنا مش فهمين إيش هي القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مركزيتها ليست في النظر إلى أن هناك شعب مظلوم وشعب مضطهض وشوية مقدسة فعايزيني نرجعهم قضية فلسطين هي مرتبطة بطبيعة العدو هذا العدو لا يريد لهذه الأمة أن تنهى أنا ذكرت في بداية حديثي أننا بدأنا في دولة المدينة وأنشأنا العالمية الإسلامية الأولى العالمية الإسلامية الثانية ستبدأ من القدس مش لأنها مقدسة ولا لأنها في القرآن لأن طبيعة العدو الذي يريد أن يكون حسم الصراع فيها عندما تهزم هذا العدو فأنت تكون قد رب تقريباً النفوذ الأجنب في المنطقة وقتها سيكون عندك الاستقلال الحقيقي والتحرر الحقيقي الذي يجعلك تجرب نموذجك الحضاري الجديد يعني إحنا لن يأتي نموذجنا مرة واحدة سنقطع يمكن نجلس في الموضوع 50-60 سنة لحد لما نعملنا نموذج حضاري جديد ينطلق ولكن هذا لن يأتي بدون الاستقلال لن يأتي بدون انتزاع النفوذ الأجنب في إثقتنا وهذا الظروته هو في المشروع الصهيوني وعندما تهزم هذا المشروع الصهيوني عندما تستطيع أن تحرر الأمة تستطيع أن تجرب نموذجك الحضاري وتستطيع أن تنطلق منه إلى أفاق أكبر وإلى نماذج أفضل وإلى بناء حضارة جديدة دعوني أكتفي هنا وإذا في أي أسئلة محددة نجاوب عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بالفعل شكر الله لك يا دكتور حضرتك في سياق الحديث تكلمت عن مسألة القدس الشترقية والقدس الغربية وختمت حديثك بمسألة حل الدولتين وبنسمعهم يتكلموا عن حدود 48 وناس ثانية يتكلم عن حدود 67 ألا يسمى هذا كله احتلالا يعني تقسيم القدس أصلا أليس هذا احتلال مسألة حدود كذا وحدود كذا أليس هذا احتلال أصلا أم أن الأمر مختلف وأن هناك دولة أصلا اسمها إسرائيل أو فكرة سيادة لدولة مثل هذه في المنطقة أمر صحيح ما مستندهم في الكلام في هذه المسألة يعني الحديث عن دولتين هو في جوهره هو اعتراف بسيادة الكائن الصهييني على 78% من أرض فلسطين التاريخية فهذا أصبح جزء من الأصل بمعنى أنه إنت تقل 78% ونأخذ 22% أي قبول المشروع الصهييني وأنا أقول دائما من هو الصهيوني الصهيوني هو كل من يؤمن أو يقر أو يعترف سواء كان يعني اعترافا مقبولا بالنسبة ليه أو أنه مرغما عليه بحق لليهود في أي شبر في فلسطين الذي يقبل العهر للدولتين هو أصبح 78% صهيوني هو قابل الفكرة يعني أن يكون لهم سيادة ويكون لهم وجود ولكن هو يريد جزء ولو بسيط للفلسطينيين اللي يقيموا عليه دولة أنا أقول هذا لن يوقف الخطر لأن الصهيوني نفسه يعرف أنه عندما أخذ واغتصب أرض فلسطين أن لا يستطيع أن يحافظ على هذه الأرض إلا بأن يكون هو أقوى دولة وليس فقط أقوى دولة عسكرية إنما يكون أقوى دولة عسكرية على كل الدول المجتمعة في المنطقة لأنه يخاف على نفسه لأنه يعرف أنه اقتصب والمقتصب دائما أو الحرامي دائما يبص وراه يمين ويشمال يحاول يعرف يعني 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 يخشى أنه ييجي صاحب الحق ويأخذ منه فبالتالي هو يجب يبقى عليك ضعيف يضربك قبل ما تتأوى يضربك قبل ما تأوم فهذا هو كل من المشروع وبالتالي هو لن يسمح لمصر أن تكون قوية ولن يسمح لسوريا أن تكون قوية ولن يسمح للعراق أن تكون قوية ولن يسمح لإيران أن تكون قوية ولن يسمح لتركيا أن تكون قوية ولا أن يكون لها مفاعل نووي حتى لو سلمي ولا أن يكون لها مهضة علمية وتكنولوجيا لأنه هذه ممكن أن تطور في المستقبل وتيجي تطلب فلسطين فهذا دوره وهذا دوره يتناسب تماماً مع الدور الكولونياري الدور الاستعماري للدول الاستعمارية لا تريد لهذه الأمة أن تتوحد وبالتالي أي مشروع وحده ستكون ضده إسرائيل أي مشروع تقسيم ستكون معه إسرائيل إذن إذا إحنا راضينا ورغبنا أن نعيش مثل هذه العيشة إذن مشكلة فينا إحنا إنما هذا هو مشروعه وبالتالي وجوده بدون التغيير الجوهري لطبيعة هذا المشروع الصهويني كما ذكرت المشروع الاستعلاء العنصري سيكون من الصعب جداً أن تكون هذه المنطقة تعيش في سلام وأمن إذن نحن كمسلمين لا نقبل أصلاً بوجود دولة اسمها إسرائيل في هذه المنطقة وكل هذه الهرعات التي يرددها زعماء الأنظمة مهما سموا أنفسهم أو تغنوا بفكرة السلامهم في النهاية جزء من المشروع الصهويني أو يحاولوا تمرين المشروع الصهويني بشكل تدريجي شيئاً فشيئاً ألنسى كذلك؟ يعني أنا مش عايزة أدخل في تفاصيل هذه ولكن هو بشكل عام كما ذكرت الذي هو متفق مع الفكرة الصهوينية أصبح جزء من المشروع نهاية حالي